بالإجماع صدق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية اليوم على مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضى الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور روبرتاج جيوسف لطفي والمتابعة لبو شرائف وزير الصحة والحماية الاجتماعية يستعرض خلال هذه الجلسة بمجلس المستشارين ما تحقق بهدف تنزيل الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية بداية العام الجديد شهدت استكمال الترسانة القانونية بالمصادقة على آخر مشروع قانون ستين اتين وعشرين المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي على المرض تغطية الصحية الجمعية كانت توفر على ثلاثة دي الفئات كالفئة الأولى دي الأجراء والفئة دي الغير الأجراء والفئة دي الناس اللي كانوا عندهم كيستفدون من الرامد ومبقاش كيستفدون من الرامد ولا تأمين إجباري لأساسي على المرض تضاموني هاد الفئة هذه الآخرة اللي كانت الرامد دخلات في الأجراء أديلها في واحد دو جمبير ودخلت بطريقة تلقائية وكانت كذلك تعديل قانوني في القانوني 65-00-68 لكي خرج القانوني 27-22 وتصادق عليه باش يمكن هاد الناس يقولوك يستفدون من إجباري أساسي عن المرض نحن كأغلبية نشغلو على تنزيل سريع وسليم لهذا الورش هو ورش بالمحض للمواطن لضمان عيشه الكريم ويلزمونا أن نشغل عليه سواء من جانب تنزيل أو من جانب تمويل لضمان استدامته هاد القانوني اللي يجو فقانوا الإطار اللي كانت منه وأنه يتم تسريع بتنزيل ديالهم باش يمكن لنا نوفو بالزمن اللي رصدناها إن شاء الله لهذا التورا اللي هي مهمة ديال الصحة الوزير أكد أيضا على أن ما يناهز الأربعة ملايين أسرة تم إدماجها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما ستتم في غضون ستة أشهر تحيين لوائح المستفيدين بمجرد تعميم تجربة السجيل الاجتماعي الموحد تنزيل النظام الحماية الاجتماعية هو منعطف حاسم لتحقيق التنمية المستدامة في بناء الدولة الاجتماعية القوية ولا يسعنا في الفارق الاشتراكي بمجلس المجتشاري إلا أن نثمنا عاليا هذا المشروع المجتمعي والاستراتيجي بقيادة جلالة المني توفقت الحكومة في سنة 2022 في وضع تصور لإصلاح شامل من المنظومة الصحية الوطنية ومن سجام تام المصادقة على مشروع القانون هذا جزء من استراتيجية النهوض بالمنظومة الصحية سواء من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية والتأطير القانوني ترجمة نانسي قنقر